أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فأتبعون أحسن أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسلم بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم ومن خلال لقاءتنا السابقة كنا نتحدث عن القرآن الكريم من جهة إعجازه وحفظه وتعليمه وتعلمه وتدبر آياته وعشنا مع هذه المعاني وقت لا بأس به ونسأل الله تعالى أن يتقبل ويبقى أن نسأل أنفسنا لماذا أنزل الله القرآن إذا كنا قد أمرنا بتلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن فإن هذا كله إنما هو تمهيد وإنما هو توطئة للمعنى الأعظم والأجل ألا وهو العمل بالقرآن أن نحيي أنفسنا بكتاب الله وأن نعيش القرآن الكريم واقعا عمليا تطبيقيا وليس مجرد حفظه في الصدور أو تلاوته على الألسنة أو الاحتفاظ بالنسخ المذهبة والمفضدة من هذا القرآن الكريم دون غير إنما ينبغي أن يكون كل ما ذكرناه من حفظ وتعليم وتعلم وتدبر إعانة للإنسان على أن يعمل بهذا القرآن الكريم وموضوعنا اليوم يتناول هذه القضية قضية العمل بالقرآن الكريم وأهمية هذه القضية التي يوليها الإسلام عنايته الإسلام يولي هذا الموضوع بالذات عنايته ليس مجرد أن يتلو الإنسان القرآن بلسانه أصبح مقيما للقرآن الكريم وعاملا به ومن أهله إنما ماذا أفاد الإنسان من القرآن أخلاقه، آدابه، شعائره، عباداته، تزكيته وما إلى ذلك مما لا غنى للإنسان عنه مما يجتمل عليه القرآن الكريم هذا هو ما سنحاسب عليه وما سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه في شأن القرآن الكريم تعالى معي بداية نستطلع أوامر الله تعالى لنا بضرورة أن نعمل بهذا القرآن أول شيء يأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون لاتباعا لاستمساك بالقرآن وبما جاء فيه يقول ربنا يقول ربنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يبقى الاتباع والاستمساك أيضا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نحتكم إلى هذا القرآن ويحذرنا ويحذرنا أو ويحذرنا من أن نحتكم إلى هوانا أو نسير على غير هدى من الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فقال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فالاحتكام إلى كتاب الله والعمل بما جاء فيه أمر مهم جدا كذلك يدعون ربنا تبارك وتعالى إلى تلاوة القرآن وهذا الأمر تكرر كثيرا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور هذه التلاوة ذكر في بعض الآيات أنها هدف ومقصد لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك فهل التلاوة تقتصر على مجرد ترديد الألفاظ وإقامة الأحكام دون غير العلماء يقولون إن التلاوة تعني تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى تلاوة اللفظ أن أقيم حروف القرآن وأن أقرأه كما أنزل وتلاوة المعنى وهي الأشرف والأكمل والتي يصير بها أهلها أهل القرآن هم أهل الله وخاصته تلاوة المعنى تعني أن يقيم الإنسان في نفسه آداب القرآن أن يأتمر بأوامره وأن ينتهي عن زواجره وأن يقيم حدوده مع كونه يقيم حروفه هذه هي تلاوة المعنى التي نجد أمرا في كتاب الله كثيرا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقوم بها في الأمة الواقع هذا هو أمر الله كما أشرنا اتباع واستمساك واحتكام وتلاوة وأمثلة كثيرة غير ما ذكرت الواقع في حياتنا أننا أصبحنا على هامش القرآن على هامش القرآن يعني فيش مانع أبدا أننا نجد القرآن يتلى فأول سؤال يتبادر إلى ذهننا ايه مين اللي مات مين اللي مات وكأن تلاوة القرآن الكريم قد أصبحت مقرونة في حسنا بأننا بنقرأ على الأموات حتى قال فيلسوف الإسلام الرجل المفكر العظيم محمد إقبال قال إن القرآن الذي أنزل إن القرآن الذي أنزل ليمنحك القوة والحرية قد أصبح يتلى عليك لتموت بسهولة يؤتى بقارئ فيقرأ عليك سورة ياسين لتموت براحة وسهولة فبدلا من أن نجعل القرآن سبب الحياة وسبيل العز أصبحنا نجعله سبيلا للموت بسهولة وراحة هذا هو واقعنا فيا ترى هل هذا يتناسب مع جلال وكمال وجمال القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا هذا في الحقيقة ظلم لأنفسنا وظلم لكتاب الله تبارك وتعالى حين نتعامل معه بهذه الطريقة الواقع أن القرآن الكريم عاش سلفنا الصالح والجيل الأول ينهلون من معينه ويغترفون من منبعه ويعيشون على هديه فأعزهم الله بعد ذل وجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا وجعلهم قادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم ونقرأ في السنة أن أحد هؤلاء ببركة هذا القرآن الذي عمل به وعاش على هديه يقرأ القرآن فإذا بالسكينة تتنزل إيه المظهر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له أسيد ابن حضير أنه كان يتلو القرآن الكريم وإلى جانبه فرس وابنه يحيا قريبا من الفرس فكلما قرأ القرآن جالت الفرس واتطربت فإذا سكت فإذا سكت تسكت وإذا قرأ تجول وتطرب فخشي على ولدي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه السكينة نزلت عند تلاوتك للقرآن الكريم وثبت في السنة أيضا أن بعض هؤلاء الصحابة مر على قرية فوجدوا فيها سيد القوم قد لدغ وأرادوا من يتلو بعضا من القرآن كرقية لهذا الرجل رقية فجاء أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه الفاتحة فبرئ بإذن الله تخيل تخيل هذه المعاني واحد يقرأ فتتنزل السكينة عند قراءته وآخر يتلو الفاتحة فيبرأ اللذيغ بإذن الله ونحن ربما يقرأ الواحد مننا القرآن كاملا ولا يشعر الله بسكينة تنزل ولا بلذيغ بيشفى والعملية صعبة جدا هذا ليس عيبا في كتاب الله وإنما هو عيب فينا عيب فينا لأننا نتعامل مع القرآن على أنه قراءة وخلاص بنتبرك به نحطه في العربية حتى لا تنقلب نضعه تحت الوسادة حتى ننام نوما هادئا بعيدا عن الفزع والروع مسائل أصبحت تقلل من قيمة القرآن الكريم في حياتنا لكن الحقيقة القرآن الكريم أخوانا محتاج أن نحن نعيشه أن نحن نتعامل معه على أنه رسائل من ربنا جت لنا تشتمل على أوامر ونواهي لذلك سيدنا أبلاج من سعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قال فأرعها سمعك إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنع عنه يا أيها الذين آمنوا لما تسمع كلمة دي فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنع عنه كما كان يقول سيد سيد قد برحمه الله يقول أن السلف الصالح والصحابة كانوا يتلقون الأوامر التي تنزل عليهم من الله كالجندي في الميدان يتلقى الأوامر اليومية يتلقى الأوامر في حاجة اسمها أوامر يتلقاها لينفذها على الفور دون تأخير ودون مناقشة هذا ما كان عليه سلف الأمة الصالح ردوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يكثرون من ابتلاوة والحفظ نسمع أن بعضهم يقول كنا نحفظ عشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها فحفظنا القرآن والعمل به يبقى عايزين نحي أنفسنا نحي أنفسنا بالقرآن أنا مش بقول نحي القرآن لا القرآن حي القرآن نور والقرآن حياه وروح لكننا حين نتعامل به في حياتنا نحن نحي أنفسنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالقرآن به الحياة وبه النور وبه الهداية وبه السعادة في الدنيا والآخرة ولا يكون هذا إلا لمن عامل به إلا لمن أحيى تعاليمة إلا لمن صار على نهجه والكلام ده في كتاب الله تجدوه كثيراً وكلمات العلماء الحقيقة تكفيني وتغنيني لكثرتها في هذا المجال سأكل على حضراتكم بعضاً من أقوال السلف الصالح في ضرورة إننا نحن نحيي القرآن مش بقراءته وبس ولا بتدبره وإن كان كل ده مهم لأن هي دي المفتاح المفاتيح اللي ندخل بها على القرآن بعض سلفنا الصالح ممن كانوا يحفزون القرآن اسمه أبو عبد الرحمن السلامي رضي الله عنه ورد عنه أنه كان إذا ختم الخاتم عليه القرآن يضع يده على رأسه ويقول يا هذا اتق الله فما أعرف أحداً خيراً منك إن عملت بالذي علمت ما أعرف أحداً خيراً منك إن عملت بالذي علمت يبقى الخيرية مش في إننا نحفظ القرآن بس إنما إنما فين القرآن في سلوكي فين القرآن في أخلاقي فين القرآن في معاملاتي يقول أحد السلف يا حافظ القرآن لا تفرح بحفظي حتى يشهد لك كل حرف فيه يا حافظ القرآن لا تفرح دي حج لك أو عليك هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك ليس على الإطلاق مطلوب مني أو منك أن نحفظ ونستكثر من الحفظ ونستكثر من التلاوة لكن نسأل أنفسنا حظنا من التلاوة دي من العمل بيها قد إيه تتقرأ في القرآن الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذه توجه إلى كل مسلم وعلى رأسها نحن الذين نقرأ القرآن لأن القرآن كله أوامر نواهي توجيهات افعل ولا تفعل فماذا فعلنا اسمع إلى هذا الخبر قال بعض القراء قرأت على شيخ لي ثم رجعت لي أقرأ ثانيا فانتهرني وقال جعلت قراءة القرآن علي عملا اذهب فقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهج شوفوا يقول ايه جعلت قراءة القرآن الكريم علي عملا كما يقول أحد السلف أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا لا يا أخي ويا أختي القرآن الكريم يتلى للوصول بالتلاوة إلى العمل مش إن احنا نقصر همتنا ونقصر اهتمامنا على إن احنا نحفظ ونقرأ ونقيم الحروف كما ينبغي دا مش كفاية يعني أنا كنت أحيانا أقول كده لو واحد مثلا طلب منه أن يجمع آيات القرآن الكريم التي تتناول الإنفاق زي الكمبيوتر يجمعها ويقيم حروفها على أفضل ما يكون وكنت أقول على سبيل المزاح آيات أخي اقرأ لي كده أول البقرة فيقرأ ويأتي عند الآية ومما رزقناهم ينفقون فأقول له جميل ينفقون حكمها إيه يقول هذا إخفاء لملاقات النون الساكنة مع إلفاء أقول له جميل الإخفاء في اللفظ مطلوب لكن إياك أن تخفي الفلوز في الجيل إياك أن تخفي الأموال تحت البلاطة عليك أن تنفذ هذه الآية وإن أقمت لفظها أقم حدها أقم آدابها فلا يفيدك أن تحفظ القرآن على ما يرام وأنت بخيل اجمع آيات الإنفاق كلها وأنت بخيل اجمع آيات الإيثار وأنت أناني اجمع آيات الشجاعة وأنت جبان اجمع آيات الصبر وأنت تجزع ما قيمة هذا بالنسبة لك لا قيمة قيمة القرآن الكريم إنما هي في العمل به والسير على منهجه لذلك يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه وإنما إقامة حدوده والكلام بقى أنتوا تسمعوا عن العلم والعمل به كله بيجي معنا هنا لما تسمعوا مثلا يقولون ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع كلام الإمام الشافعي ويقولون ليس العالم الذي يعرف الحلالة من الحرام إنما الذي يعرف الحلالة فيلتزمه ويعرف الحرامة فيجتنبه نفس المعنى معنا في القرآن مش مجرد أن نعرف الزن حرام والسرق حرام والكذب حرام وإنه غض البصر واجب وإنه عدم الاختلاط عداب الاستئزان وأنا ما بعملش بيها يبقى أين أنا في هذا؟ أين أنا؟ ليس حفظ القرآن الكريم بحفظ حروفه وإنما بإقامة حدوده واسمع كلام سيدنا من وسعود أيضا يقول أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدكم ليقرأوا القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به ما يسقط منه حرفا حرف واحد ما يسقطوش لكن للأسف أسقط العمل به كله أسقط العمل به كله والإمام الحسن بصري يقول أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم شوف الكلام حتى إن أحدهم لا يقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا وقد والله أسقطه كله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل إيقيمت بقى ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس في نفس قل لك يا هذا نفس طويل جدا وبيجيب وممكن يكرر الآية مرة واثنين ويجيب دي ويحط دي ويطلع ما الذي إيه حتى إن أحدهم لا يقول إني لأقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع متى كانت القراءة مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء بيركز على إنه مش حكاية إن أنا أقرأ القرآن لا أسقط منه حرفا إنما أسأل نفسي أنا عملت بأدئي من القرآن اسمع أيضا إلى هذه العبارة يقول بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم فأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم إقامة السهم كل دا لا يفيد ولا يجدي فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا هكذا نتعلم من خلال ما ذكر إن القرآن الكريم ما أنزل إلا ليعمل به وتعالى معايا كده نتدبر الأحاديث التي وردت في تفضيل حافظ القرآن وفي كونه يغبط على هذه النعمة ويتمنى أن يكون الواحد منا مثله وانظر وتأمل معايا الكلام النبي عليه الصلاة يقول من قرأ أو من حفظ القرآن وعمل بما فيه من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه كاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم تأمل مع الكلمة دي من حفظ القرآن وعمل بما فيه أهو ركز معايا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الإمام أحمد من حفظ القرآن وعمل بما فيه مش حفظ بس مش قرأ بس بل عمل بما فيه وقال عليه الصلاة والسلام والحديث ده قلناه بكده يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا ها تقدمه سورة البقرة وأهل عمران سورة البقرة وأهل عمران الحديث شف يؤتى بالقرآن يوم القيامة يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا يبقى برضو حط جملة يعملون به أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأحاديث مرت بنا إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يعني وجهه متغير جسمه متغير نتيجة سفر نتيجة مرض يلقى القرآن صاحبه ربنا جسده له في صورة شخص فيلقى صاحبه كالرجل الشاحبي فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن جميل جدا لحد كده كمل بقى أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك طيب صهر الليل يعمل إيه إلا في قيام الليل وتدبر القرآن وأضمأت نهارك في الصيام وفي عبادة لله سبحانه وتعالى فالقرآن ما كانش مجرد على لسانه وإنما كان على جوارحه فيقول له أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك وإن كل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيميني والخلد بالشمال إلى آخره فيبقى كلمة أسهرت ليلك وأضمأت نهارك الحديث يقول لا حسد إلا في اثنتين والحسد هنا معنى الغبطة أن أتمنى لي مثل ما لغيري شبا النبي قال إيه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار الواحد يتنننا إن ربنا يجعلوا واحد من الاثنين دول أو هم الاثنين مع بعض خلد بأذنك من كلمة إيه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن ومعنين آتاه الله القرآن إيه اللي بيعمله إيه اللي عايش عليه فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار وإحنا لسه أجلين إن التلاوة لها شقان تلاوة لفظ وتلاوة معنى وفي بعض الروايات هذا الحديث جاء فيها فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وهو ده المناسب للحديث لأن أنا هعد للي ونهاري أقرأ القرآن طب وبعدين أنا ما أريش شغل ما أريش عيال ليس عندي مصالح أقرأ أقضيها حتى أستمر 24 ساعة أقرأ القرآن إنما المراد هنا إحياء القرآن بالعمل به والسير على نهجه وإحياء تعاليمه وهو ده يقوم به آناء الليل وآناء النهار أيضا الإمام البخاري لما جاب الآية يتلون الآية القرآنية الذين آتينهم الكتابة يتلونه حق تلاوته حق تلاوته إيه يعني يتلونه حق تلاوته جاءت التلاوة معنا تانه قال الإمام البخاري يتبعونه ويعملون به حق عمله عشان ما فيش واحد يقول حق التلاوة إن أنا أقيم اللفظ بس لا يتبعونه ويعملون به حق عمله طيب إذن أخوانا القرآن الكريم ربنا أنزله للعمل به وجبنا الآيات الدلة على كده وكلمات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بتدل على هذا المعنى والأحاديث التي ذكرناها لا تمدح شخصا استوعب القرآن الكريم كألفاظ فقط وإنما من انتفع به وسار على نهجه وأصبح القرآن في حياته لفظا ومعنا طيب لو واحد بقى ربنا عافينا حفظ القرآن حفظ القرآن ولكنه لم يتأدب بآدابه ولم يتخلق بأخلاقه ها تجد ممكن كذابا منافقا معرضا عن ذكر الله غافلا عن طاعة الله مع أنه من حيث حفظ القرآن ليس له نظير يمكن حافظ القرآن بالقراءات وبالأوجه المتعددة ويستطيع أن يخبرك بأي آية رقمها كام وفي سورة ايه وفي أي صفحة كمبيوتر أو معجم مفارس ولكنه خاوي من المعنى خالي من الأدب تكون النتيجة ايه؟ اسمع معي إلى هذا الحديث اسمع معي إلى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في عام تبوك وهو يخطب ناس وهو مسند ظهره إلى رحلته قال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يتاو الموت ده خير الناس إن خير الناس من يعمل على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه في سبيل الله حتى أتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه أعوذ 북한 وإن من شر الناس رجلا فاجرا رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه القرآن الكريم يأمره فلا يعتبر وينهاه فلا ينتهي فتكون النتيجة أن القرآن الكريم يصبح حجة عليه وذكر الإمام البخاري في صحيحه رواية طويلة في رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية طويلة اجتملت على كثير من المشاهد وأحد هذه المشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أتى على رجل مستلق على قفاه واحد نايم على ظهره ورجل قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيتدهده الحجر هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع لي حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل مرة أولى مشكلة واحد قاعد نايم يخبطه في رأسه تدغدغ وتتكسر ثم يعود رأسه كما كان ويرجع يجيب الحجر ونفس المعنى يخبط تتكسر ترجع تاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ملكيني كان في صحبتي عن تفسير هذه الرؤية فقال أما الرجل الذي رأيت مستلقيا فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يفعل بما فيه بالنهار لا إله إلا الله لا إله إلا الله رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فهو يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة إيه بقى إيه فيديت إن أنا أحفظ القرآن وأتعلم وأكلوه حق تلاوته كألفاظ وكعبارات ولا أعمل به وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك ده حديث نبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل الصلاة لما يقول في بداية الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ المزاد وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدق برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك اتنين لا ثالثة لهما طب إيه اللي يحكم إنه لي أو إيه اللي يحكم إنه علي هي نقطة العمل اللي بنكلم عنها ديه من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل القرآن خلفه ساقه وزجه في قفاه فوقع في النار نفس القرآن هو هو يدخل واحد النار ويدخل واحد الجنة القرآن حجة لك أو عليك دي كلها أحاديث تعال بقى اسمع كلمات الأئمة فيما يتعلق بمن يحفظ القرآن أو يقرأ ولا يعمل به يقول أبو سلمان الداراني رحمه الله الزبانية الأمة خزنة النار أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبرة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن إن الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدة الأوثان شوفوا الخطورة شايفين معا الخطورة توصل حد فين إنه يعزب حامل القرآن الذي يعصي به الله قبل ما يحزب عبرة الأوثان وشتان بين من يعلم ومن يجهل ويقول أحد السلف إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها جميل إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه الملائكة حتى يفرغ منها يا دول يصلوا عليه ودول العنو والاثنين بيعروا قرآن فقيل له كيف ذلك قال إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه الملائكة وإلا لعنته إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه الملائكة وإلا لعنته وإلا لعنته وقال أحد العلماء إن العبد لا يتلو القرآن وهو يلعن نفسه يلعن نفسه وهو بيقرأ القرآن قالوا كيف ذلك قال يقرأ القرآن يقرأ قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب فيبقى كأنه يتلو القرآن ويلعن نفسه يبقى بيلعن نفسه والملائكة لعنوا ولحول لقطة إلا بالله والزبانية أسرأ ليه من عبدة الأوثان وقال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه من جوفه القرآن يلعنه من جوفه وإذا عصى حامل القرآن ناداه القرآن والله ما لهذا حملت ألا تستحي من ربك ألا تستحي من ربك القرآن اللي ربنا قال عليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن اللي ربنا قال عليه ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أي لكان هذا القرآن يظل في أجوافنا يتردد وعلى ألسنتنا يتلى بينما جوارحنا في وادي ثاني خالص للأسف للأسف ويقول الإمام أبو حامل الغزالي رحمه الله يقول إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى ما لك ولكلامي وأنت معرض عني دع عنك كلامي إن لم تتب إليه ما لك ولكلامي وأنت معرض عني ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرر مثال من يكرر كتاب الملك في يوم مرات يتلو الكتاب بتاع الملك اللي قاله وقد كتب إليه الملك في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها الملك كتب إليه إني عمر المملكة وهو بيخربها ومقتصر على دراسة كتابه يعني أنت بتخرب بتعصرب بنا وأنت تتلو كتابه فلو لعله لو تركت دراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء استحقاق المقت والمعرض عن العلم أريلا بقول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فالقرآن يراد لاستجلاب الأحوال الطيبة إلى القلب والعمل بها وإلا فالمؤون في تحريك اللسان بحروفه خفيفة الجهد اللي بتبذله في تحريك اللسان بالقرآن الكريم جهد بسيط جدا ونحن نلاحظ أن أقل الأعضاء التي تتعب هي اللسان يمكن لو لا تحرك إيده يتعب ويحتاج إلى راحة لو مش برجله كثيرا يحتاج إلى راحة لو فكر بعقله يشعر في وقت أنه حصل له نوع من التعب يحتاج إلى راحة العضو الوحيد الذي لا يتعب ولا يكل اللسان اللسان فحركة اللسان بالقرآن تلاوة حركة خفيفة لكن أهم شيء أين أعضاؤك أين قلبك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لازم تقبل على القرآن الكريم بهذا المعنى وأن يكون الهدف والمقصد ليس إقامة حروف القرآن ومعرفة كيف يتلى دون أن يكون لك جهد في أن تعيش معاني القرآن وأن تتلوه حق تلاوته بالعمل به والسير على نهجه من هنا يعني أنا كده الكلام اللي بين يدي يكاد يكون يعني وابحط منه الغاية إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن الكريم مجيباً عن كل سؤال وموضحاً لكل معضلة ما في القرآن الكريم إجابة شافية وحل لكل معضلة وكما يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم ويقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما نزلت بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها ما نزلت بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها ده القرآن فالقرآن الكريم شامل وكامل القرآن يتناول الدنيا والآخرة الروح والجسد السر والعلانية الخير والشر الأعداء والأصدقاء ما فيش أبدا حاجة اسمها لم يتناولها القرآن الكريم قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ طيب إذا علمنا أن القرآن نزلت بيانا لكل شيء فالواجب علينا إذن أن يكون لدينا من العمل بالقرآن والسير على نهجه والحياة في رحابه ما يكون على نفس الشمول ربنا جعل القرآن الكريم شاملا لكل الحياة طيب أنت كمسلم مطلوب منك إيه بقى؟ مطلوب أنك أنت يكون سلوكك وأعمالك تتناسب مع هذا القرآن الكريم وتعيش بمقتضى هذه التعاليم على ضوء القرآن الكريم القرآن الكريم لا يؤخذ بعضه ويُترك بعضه عندك في آية في كتاب الله في صورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا فيها ببني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون اتنين هم مع بعض أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء اليهود بقى بيعملوا إيه؟ ثم أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان يعني خلفه اللي ربنا قال لهم عليه عمله ضده وبعدين ييجوا في حتة بقى ها ان لو واحد منهم وقع اسيرا في هذه الاعداء يبادرون الى استخلاصه والى دفع ما يلزم لاخذه من ايديهم الله طب يعني منتم من الاصل مطلوب منكم ان كنتم لا تقتلون انفسكم ولا تخرجون فريقا منكم من دياركم وان يأتوكم مسارة فادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض شوف الايمان الكفر ربنا عبر بي عن ايه عن ان انا اعمل بدي وما اعملش بدي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب شوف ربنا بيحذرنا ان احنا نعمل زمان اسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الاخر وقال لنا برضو في القرآن الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحماري يحملوا اسفارة حمار يحمل كتب علم هيستفيد منها ايه هتقول تلك كلام ده على بني اسرائيل احنا مالنا ومالهم ها نقول لك لا اياك اعني واسمع يا جارة اوعى تفتكر ان ربنا بيقولي الامثلة دي لان بني اسرائيل ذموا حين جعلوا القرآن وراءهم ضغرين جعلوا التوراة وراءهم ضغرين ونبذوا وراء ضغرين وانت لو عملت كده ربنا مش هيعمل فيك زي ما عمل فيهم لا يبقى انت غلطان يبقى انت غلطان لو تقرأ في القرآن كمان واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث كل دي ايات بتزم الذين اعطاهم الله الهداية ويسر لهم السبل ووضع في ايديهم النور واعطى لهم الهداية والرشاد ومع ذلك ها عاثوا في الارض فسادا وعاشوا مقطوع الصلة بهذا الكتاب الكريم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتمة الكتب وتولى حفظه الى ان يلث الله الارض ومن عليها بهذا ايها الاخوة الكرام نكون قد استوعبنا الكلام عن القرآن من كل لجوه بيعني حسب ما وفقنا الله اليه وما اقدرنا عليه تكلمنا عن حفظ القرآن وتعليم القرآن وتدبر القرآن واخيرا العمل بالقرآن وهذا هو المقصد الاهم وكل ما قلناه كان تمهيدا وتوطئا لان نحيا بالقرآن الكريم كما ينبغي فنسأل الله تعالى ان يوفقنا وإياكم لان نكون من اهل القرآن اهل الله وخاصته وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة وأن لا يجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار نسأل الله تعالى أن يجعل أبناءنا من أهل القرآن ونساءنا من أهل القرآن وأن يحيينا ما حيينا على القرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشأل أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوم إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته